في فلاك يترنح بين المراوغة والمماطلة السياسية تدور مباحثات الكويت ومنذ بدايتها الأولى تباينت الرؤى وتباعدت ووصلت إلى حدود المهاترات الكلامية ورغم كل لقاءات المبعوث الأممي المتكررة مع كل من وفتي الحكومة والميليشيا لم يفلح في رأب الصدع بين الطرفين ولا حتى في جمع الأجندات السياسية وفرضها على ذات الطاولة حتى في رمضان لا يزال الانسداد هو سيد الموقف ولا تزال الجهود الأممية تبحث عن حل عقدة المشاورات نقاط الخلاف بين الوفدين كثيرة ولعل أبرزها مسألة الإجراءات الأمنية والمتمثلة بانسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح والتي تراه الحكومة لبنة أولى للانتقال إلى النقاش السياسي وهو ما ترفضه الميليشيا تماما وتحاول القفز عليه نتائج الجلسة المباشرة التي عقدها المبعوث الأممي مؤخرا وعرض خلالها الوفد الحكومي رؤيته الأمنية والسياسية لتحقيق السلام لم تفضي إلى أي نتائج إيجابية وحسب الوكالة الرسمية سبأ فإن وفد الميليشيا أظهر تعنته وتمسكه بمواقفه المتصلبة تبدو الميليشيا أبعد ما تكون عن الضغوط الدولية رغم عدم تقديرها لجهود الحل السياسي أو احترامها للمرجعيات الدولية فهي لم تبدو التزامها بما اتفق عليه على الطاولة ولم تلتزم حتى بالهدنة المعلنة على الأرض وحده المبعوث الأممي يحاول تقطية الفشل في توجيه مسار المشاورات وضبط الطرف المعرقل بالتعدل بعدم الثقة بين الأطراف وصعوبة تجسيرها ولكنه رغم ذلك يقول إن الأرضية المشتركة للمحادثات واسعة ويجري البناء عليها وإن الإشكالية الحالية في التزمين والتطبيق الحكومة ومن مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وجهت وفته التفاوضي إلى الكويت بوضع المبعوث الأممي في سورة العبث الممنهج الذي ترتكبه الميليشيا في مؤسسات الدولة وتقديم تقارير بذلك إلى جانب التقارير الخاصة بخروقاتها المتكررة للهدنة وأكرت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي أن ممارسات الميليشيا تفصح عن نواياها الحقيقية في عدم جديتها بالوصول إلى حل سياسي قائم على المرجعيات المعترف بها دوليا